تشاركني إن إحنا داخلين على مرحلة جديدة ومرعبة صحيح إيه الموضوع بقى يعني؟ الحقيقة أنا أتمنى إن الحلقة دي توصل لأكبر كمّل للناس كالعادة إن شاء الله إن شاء الله لإني الموضوع اللي هقوله النهاردة ده هيكشف للناس حاجات كتيرة جداً منتشرة والأسف الناس بتعقدها إن هي فن ولعب زي ما حدتك قلت وإنه مثلاً عبارة عن الزكاء الاصطناعي بيحاول الصور وبيكتب في الكومنتات وبيعمل مقالات وده للأسف مش الزكاء الاصطناعي ده 5% من تقنيات الزكاء الاصطناعي أو نعم الزكاء الاصطناعي بمعنى الصح لأنهم ونعم كبار فيه بالضبط كده ولكن الجارب السلبي زي ما حدتك قلت فيه فعلاً أكاونتات وهمية وحسابات وهمية منتشرة إيه اللي بيحصل بقى الكلام المهم اللي لازم الناس كالتعرفوا إن الحسابات دي بتوفبرك يعني عادي شخص عادي زي وزي حضرتك بيكاريت أكتر من أكاونت على الفيسبوك مثلاً عن طريق سكريبت معين أو عن طريق كود بيكاريت له الحاجات دي بسرعة فبالتالي بيكون عنده كمية الكمية دي بيكون مش عايزها من غير صورة قبل الزكاء الاصطناعي ما ينتشر قوي كده كان الحسابات دي بيكون من غير صورة أو بصورة ناس تانية أو بصورة البنات اللي مداشرة على الجروبات الخاصة بزبوط بالضبط بيخشوا بالصورة عادية فبالتالي بيسرقوا الصورة اللي جواه وبيعملوا بيحسابات إيه الغرض من كده؟ الغرض من كده أن هما بيبيعوا أول حاجة الكومنتات دي لناس تانية محتاجة أن هي تأثر بالإيجابة أو بيسرق زي ما حريك قلت في بداية الفقرة ليه؟ لأنه ممكن مثلاً لجل الدعاية والإعنام برضو بيستخدموا الحاجات دي للأسف الشديد أنه مثلاً أنا عندي منتج معين المنتج ده أقدر مثلاً بالريتش ليه؟ بالضبط ريتش مثلاً أعايز ميت كومنت بالطريقة اللي إحنا عايزينها يعني الله أنا جربت المنتج ده المنتج ده فعلاً يا جماعة الشطروق هم كلهم ناس وهميين وتلاقي بوست عليه ريتش كبير جداً حتى الرياكتات حتى الرياكتات يعني اللي هي الرياكتات اللي هي اللوف اللوف مثلاً أو الكير أو اللوف أو أياً كان إيه الرياكتات اللي أو اللايك ممكن توصل لرياكتات دي لأكتر من 3000 رياكت مفابرك فبالتالي أنا لما هسرش على البوست ده وعشوف المنتج ده فها خلاص خلاص إنت كده كده وصقت في الخبر أو المنتج أو الأغنية المنتشرة أو أياً كان إيه اللي بيحصل في اللجان الإلكترونية دي